طيب أخيراً يا أمير 8 نشاط بـ 24 نقطة منافسة قوية جداً ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك وبقية الأندية بتدور على المراكز الأخرى ولكن في النهاية الضغط العصبي اللي بيبقى موجود على اللاعبين خلال هذه الفترة كيفية التخلص من الضغط العصبي اللي موجود على اللاعبين خبرات أو كل حاجة ولكن الضغط ده ممكن العيبة تتخلص منه زي خصوصاً بتلعب كل 3 يام مباراة هنا بقى في حاجة الضغط العصبي يعني الضغط العصبي أنت عندك النهاردة زي ما قلت لعبة النادي الأهلي متعودة على الكلام ده وشوفنا قبل كده كانت فيه متشاط مؤجلة الفترة الأخيرة والسيني اللي فاتت والتاريخي ندي الأهلي بيقول كده لكن هي الميزة في حاجة أن أنت عندك النادي الأهلي بيأخذ المطش بمطشه أنت النهاردة المطش اللي جاي بتعديك له ده كاس مصر لازم أخلصت منه أدخل على بعده وشوفنا النادي الأهلي قبل كده خد في تاريخه وخد البطولات لا كاس بس ان هو لازم يكسب يعني عشان الناس اه لا لا يعني اصد كاس ان انت النهاردة اساس نقاط مهمين جدا ان انت هتدخل على دجلة كل تركيزك النهاردة مش في السبع ماتشاط اللي جاية بقى على دجلة هو دجلة خلص دجلة ده اللي حط تركيزي كله فيه لازم تمام احنا اتفعلنا كابتا الاسلام ان الهدف التارجيت هو الدوري فالماتشاط دلها تتخليك توصل لنهاء الدوري اي فبالتالي النهاردة التركيز كله على ماتش الدجلة ايه يخلص ماتش دجلة يدخل بقى على الماتشاط اللي بعدها لان ده تعودنا عليه من نادي الاهلي ان اللاعبة كلها وتاريخنا كله بيقول ان ان انت نادي الاهلي بيبقى فيه ناس كتير جدا ان تقولك نادي الاهلي في حوالي 20 نقطة عشان ياخد الدوري وفيه ماتشاط موجلة يبقى عليه ضغط لا خالص النعابة النادي الاهلي متعودة على ده والتاريخ بيقول كده ابتدي اللاعبة كلها وجازل فينا عندهم خبارات كبيرة جدا ان كنت هتاخد الماتش بماتشه عشان توصل الاهدف الكبير اللي انت عاوز